في سنة 1893 ولما سقطت الدولة السعودية الثانية رحل الإمام فيصل بن تركي رحمه الله تعالى ومعه جماعة من أسرة آل سعود ومن تبعه أيضاً وسكنوا ضيوفاً عند أسرة آل ثاني في قطر ولما أقيمت لهم معدوبة حضرها جماعة من أسرة آل ثاني وأعيان قطر كان من جملة من كان حاضراً في تلك الوليمة الوجيه والتاجر القطري عبداللطيف بن مانع رحمه الله تعالى وكان الإمام عبدالرحمن الفيصل يعرف لهذا وجاهته فسأله مازحاً وحول الإمام عبدالرحمن الفيصل بعض أولاده وكانوا صغاراً وفيهم عبدالعزيز قبل أن يصير ملكاً رحمه الله فقال له الإمام عبدالرحمن يسأل ابن مانع قال له يا ابن مانع من ترى من أولادي يعيد مجد آبائه قال إن لم أكن مخطئاً فذاك وأشار إلى ولد ليس الملك عبدالعز وإنما ولد آخر فلما قضي الأمر واستطاع الملك عبدالعز رحمه الله تعالى أن يعيد لآل سعود مجدهم وتاريخ حكمهم اجتمع بالوجيه والتاجر القطري عبداللطيف بن مانع رحمه الله جميعاً فقال له يا ابن مانع أنا راضي عليك وزعلان عليك قال له شل المرضيك وشل المزعلك يعطوي الأمر قال له راضي عليك لأنك أنت معروف بحبك لآل سعود وحرصك على التواصل معنا وأما اللي مزعلني عليك في يوم أنك أنت قلت أن الذي سيعيد مجد آبائه فلان وأشرت إلى أخي ولم تشر إلي قال طال عمرك سحابة خلتها مطراً فلم يخرج المطر منها الوجيه عبداللطيف بن مانع رحمه الله تعالى يعد من كبار وجهاء قطر والخليج العربي وهو ينتمي إلى أسرة لها وجهتها السياسية وزعامتها التجارية ومكانتها الاجتماعية ومآثرها الخيرية تكلمت عنهم الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وتكلم عنها المؤرخون والرحالة العرب والأجانب وأفردوا لهم ذكراً كثيراً فعند العديد من الوثائق التي تدل على زعامتها ومكانتها التجارية فقد أنتجت وخرجت العديد من الشخصيات ممن كان لهم وزن كبير تجاري واجتماعي وقد أقاموا العديد من المشاريع الخيرية في قطر والخليج وفي بعض الدول الأخرى في خارج الخليج العربي وكانوا من مشاهير تجار السلاح والذهب يوم أن كانت تجارة السلاح والذهب مأذوناً ومسموحاً بها عند حكام الخليج وأعيانهم وممنوعاً بها عند الإنجليز وغيرهم وقد اشتهرت الكثير من الأسر الخليجية التجارية في تجارة السلاح والذهب إلى أن منعت الحكومات الخليجية بعد ذلك والمراد أن هذه الأسرة الكريمة أسرة المانع التي خرجت العديد من الشخصيات وما زالت محافظة بحمد الله على مكانتها السياسية والتجارية والخيرية والاجتماعية إلى يومنا هذا في قطر وفي عبوب الخليج العربي مع شهرتها إلا أن كتب التاريخ لم تعطيها حقها ومثلها جدير بأن يتكلم عنها فخلال فحرستنا لمشروع ديوان الخليج أضخم قاعدة بيانات خاصة تُعنى بتاريخ الخليج وحوادته وشخصياته وأسره وقبائله وتضم مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وهو كتب التاريخ والأنساب وهي متاحة للجميع يمكن الوصول إليها عبر محرك البحث جوجل بكتابة ديوان الخليج يمر معي كثيرا ذكر أعيان لهذه الأسرة الكريمة ولعلنا إن شاء الله تعالى نعطيها حقها لاحقا بشيء من الإفراد والتعريف برجارها وتاريخها ونسبها ودورها السياسي والتجاري والاجتماعي والخيري والعلمي أيضا نراكم على خير اشتركوا في القناة